بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي اليوم ستوديو تحليلي مهم جدا لمباراة هامة جدا وتحدي جديد للنادي الأهلي نادي الأهلي بلاعب المريخ السوداني في السودان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا طبعا النهاردة كله حيكون كلامنا عن المباراة لأن المباراة دي حديث تقريبا الشرع الكروي كله الكروي المصري المباراة النهاردة تقريبا زي مباراة فيتا كلوب اللي فاتت المباراة النهاردة نادي الأهلي ممكن يحسم الصعود بصورة نهائية كل الأهلوية عندهم الأمل وعندهم الثقة بالله والثقة في الجهاز الفني ولعبة النادي الأهلي في مباراة النهاردة أن هم إن شاء الله يحققوا المكسب وينهوا الموضوع ده لأن لما نكسب النهاردة إن شاء الله بإذن الله حيجي لنا سنبا بعد كده لو كسبنا نتصدر المجموعة إن شاء الله وده وضع النادي الأهلي الطبيعي لكن قبل ما اتكلم عن المباراة نفسها وأحداثها والحاجات الفنية اللي فيها اللي عايزة اتكلم فيه دلوقتي واللي لفت انتباهي لعظمة النادي الأهلي وده مش جديد على إخواننا وأشقانا في السودان من حفاوة الاستقبال من الأشقاء في السودان كعادتهم دائما يعني على مدار السنوات كلها اللي فاتت لما بيروح النادي الأهلي في السودان كأنه في بلده ده مش جديد يعني ده مش حاجة جديدة بالعكس في كل زيارات النادي الأهلي سواء أيامنا احنا أو اللي قابلينا أو اللي بعدينا كلها زي الدول الأفريقية ولكن السودان كمان الحفاوة أكبر بتلاقي دايما الأهلي لحفاوة واستقبال خاصين لأن علاقة الأهلي بكل الأندية داخل مصر وخارجها على أفضل ما يكون فما بالك بقى بالسودان وشعب السودان الشقيق شفنا كلنا طبعا مسؤول نادي المريخ السوداني وكلامهم عن النادي الأهلي واستقبالهم لبعثة النادي الأهلي وده بيدل على الحب وقوة العلاقة بين الناديين خاصة إن زي ما احنا بنقول دايما الشعب المصري والشعب السوداني مش بقى بتربطهم علاقة تاريخية لا الشعب المصري والشعب السوداني تقريبا شعب واحد والعلاقة بينهم تاريخية ووطيضة جدا وحتفضل كده وإحنا دايما بنفتخر بالتواجد وسط أشقاءنا السودانيين لأننا بنحس فعلا إن إحنا في بلدنا التاني كل تركيزنا في المقدمة النهاردة حيكون إن شاء الله إن الفوز هو اللي يكون حليف النادي الأهلي النهاردة زي ما عملها في فيتا مع فيتا كلاب في الكونغو إن شاء الله مكسب النهاردة حيكون مفتاح الصعود رسميا لدور التماني وكمان هيبقى خطوة وعددة خطوة كبيرة جدا في طريق النادي الأهلي لتصدر المجموعة الأولى زي ما قلنا لأنه هيجي لك سمبة في نهائي المباريات والأهلي دايما بيلعب على الصدارة خلي بالكم عايزة أقول حاجة علشان كمان أنت هتقول لي دايما الأهلي بيلعب على الصدارة وطب لو الأهلي ما تصدرش المجموعة ما فيش مشكلة برضو ليه بقى ما فيش مشكلة لو تفتكروا السنة اللي فات حضراتكم كان النادي الأهلي محتاج نقطة من الهلال السودان علشان يتقاهل واتقاهلنا كتاني مجموعة خلي بالك يعني لما بتتقاه أول وتاني في المجموعات في دور التمانية تقريبا تقريبا قوة الفرق تقريبا يعني متقربة ما فيش فرق بين التاني مجموعة وأول أي مجموعة تاني لا وبعدين طالما أنت أوصلت لدور التمانية أنت عندك الحافز وعندك الدافع أن أنت تكسب البطولة فما فيش مشكلة تلعب مين تلعب بقى أول مجموعة ده ما أقول لقدر الله لو الأهلي تلع تاني مجموعته فأنت ما فيش مشكلة حتى لقدر الله لو طلعت تاني إحنا طلعنا تاني سنة اللي فاتت واتأهلنا وكامل لبالكو كمان اتهلنا في آخر مباراة كنا محتاجين نقطة من الهلال السوداني كانت في السودان وخدناها وتأهلنا تاني وخدنا البطولة آه النادي الأهلي دايما بيلعب على الصدارة وعلى المكسب ده شعر النادي الأهلي طول عمره ولكن ولكن طالما بقيت من التمانية الكبار أنت عادي جدا بتلعب على البطولة الفرق كلها سواسية قدامك أنت هتكسب أي حد سواء أول أو تاني إن شاء الله زي عادة النادي الأهلي في كل مبارياتهم وكل بطولاتهم والمركز عارفين إحنا طبعا إن إحنا المركز التاني زي المركز الأخير بالنسبة لنا ده في البطولات إنما في دوري زي دور المجموعات دوت الأول والتاني بيتأهلوا فما فيش مشكلة حتى لو لقدر الله وصلنا وخدنا المركز التاني محدش بقى يجي يقول لي أصل الأهلي محتاج يكسب عشان الصدارة عشان يتجنب مواجهة فريق مش عارف كذا أو فريق كذا لا ده مش في النادي الأهلي يا ما أقول لك إحنا تعودنا دايما على المركز الأول فإنت عينك على المركز الأول بتاع البطولة مش بتاع مجموعة حتى لو بتاع مجموعة ولكن نفترض إن الظروف طلعتك تاني مفيش مشكلة لأن أنت بتلعب على بطولة أنا عيني في الآخر على إيه على كاس البطولة وبعدين علشان تاخد بطولة أنت أكيد حتقابل فريق صعب حتقابل فرق صعبة أكيد ففي الحالة دي في الحالة دي مفيش مشكلة خالص المهم إحنا عينينا على البطولة أنت تتخطى الفريق اللي قدامك دي الأول دي أول خطوة النهار إن إحنا نكسب إن شاء الله بإذن الله مجرد ما تخطناه بإذن الله إن شاء الله نبص للمبرار اللي بعد كده ونبص بقى على الصدار ترجمة نانسي قنقر